أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أحلى أن يعيش الإنسان متبعا لشرع الله سبحانه وتعالى ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن من مفردات شرع الله سبحانه وتعالى أن يقوم الإنسان بما كلفه الله عز وجل أن يقوم الإنسان بما كلفه الله عز وجل به في هذه الحياة فالإنسان خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وغير ذلك وخلق أيضا لعمارة الكون هذه العمارة لا تأتي من نفسها وإنما تأتي من خلال العمل من خلال أن يسعى الإنسان من خلال أن يجد وأن يجتهد ولذلك فإن الشرع الشريف يكره الكسل الشرع الشريف لا يحب الكسول الشرع الشريف يحب الذي يعمل ويحب الذي يجد ويحب الذي يجتهد وذلك لأن الذي يعمل هذا إنما هو متبع لما شرعه الله سبحانه وتعالى ومتبع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه خاتم النبيين والمرسلين وأنه أفضل خلق الله أجمعين مع ذلك كان يعمل عليه الصلاة والسلام كان يقوم على مهنة أهله كما تقول الروايات بل إنه كان يجاهد عليه الصلاة والسلام وكان بإمكانه أن يجلس في البيت أو أن يجلس في مسجده وينتظر من هؤلاء ومن هؤلاء لكنه عليه الصلاة والسلام يضرب لنا المثل الأعلى الذي إذا ما أردنا أن نقتدي به نجده عليه الصلاة والسلام كان مؤديا لحق العبادة وكان مؤديا للعمل الذي منه تأتي عمارة الكون ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح للصحابة ويوضح للأمة من بعدهم أن هذا العمل الذي يقوم به الإنسان هو فرع من فروع الجهاد في سبيل الله لا تظن أيها المشاهد الكريم لا تظن أن الجهاد في سبيل الله قاصر على أن يخرج الإنسان في معركة وفقط وإنما العمل عبادة العمل جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى به يكتفي الإنسان وبه يكفي نفسه وأسرته وبه يكفي بلدته ومجتمعه إلى آخر هذه الأمور فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد كان جماعة من صحابة رسول الله في مكان ما ومر عليهم شاب قوي فبعض الصحابة يتحدث مع صاحبه ويقول لو كان هذا في سبيل الله لو كان هذا الشاب بقوته هذه ونشاطه لو كان في الجهاد لكان خيرا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع عليه الصلاة والسلام ذلك ورد ردا حاسما قاطعا فقال عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الشاب خرج خرج في العمل على أبوين شيخين كبيرين يعني يخرج لقضاء حاجتهما أو من أجل أن يأتي بما ينفق به عليهما لو كان خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج على أطفال له صغار فهو في سبيل الله ثم الثالثة وإن كان خرج على نفسه ليعفها عن السؤال خرج يعمل من أجل أن يأتي بما يكفي به نفسه فلا يحتاج إلى أن يمد يديه ولا أن يستلف من هذا أو أن ينتظر الصدقة من ذاك وإن كان خرج على نفسه ليعفها عن السؤال فهو في سبيل الله ثم الأخيرة والتي هي خلاف كل هذا وإن كان خرج رياء فهو في سبيل الشيطان إذن العمل فرع من فروع الجهاد في سبيل الله فرع من فروع طاعة الله سبحانه وتعالى الكسول لا يحبه الله عز وجل ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اليد العليا خير من اليد السفلة اليد التي تعطي واليد التي تتصدق هي الأفضل وهي أفضل من اليد التي تأخذ الصدقة اليد العليا هذه اليد المتصدقة كيف تتصدق إلا من خلال العمل إلا من خلال الجد والاجتهاد إلا من خلال السعي ثم حينما نقرأ سورة الجمعة مثلا نجد الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن على الإنسان إذا ما سمع النداء عليه أن يذهب لصلاة الجمعة ثم ليس معنى أنه ذهب لصلاة الجمعة أو أنه صلى أو أنه صام أو كذا أو كذا ليس معنى هذا أن يجلس منتظر من ينفق عليه أو من يساعده أو يترك العمل وإنما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ثم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فيا أيها المشاهد الكريم احرص على العمل متى كنت قادرا على ذلك فالعمل عبادة العمل فرع من فروع طاعة الله سبحانه وتعالى العمل فرع من فروع الجهاد في سبيل الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته